قبل ما نستعرض كرة القدم النهاردة استطاع فريق الاتحاد السكندري العريق ان يحقق كأس السوبر في كرة السلة على حساب النادي الاهلي مباراة كانت في منتهى القوة وكانت رايحة جاية بين الكبيرين واستطاع في النهاية الاتحاد السكندري ان يحسمها بفارق نقطة واحدة اتنين وسبعين واحد وسبعين مباراة دي قيمت على صالة نادي الشرقية للدخان كأس السوبر لكرة السلة رجال انهى الاهلي الربع الاول متقدما 21-15 ثم الربع التاني بنتيجة 39-36 يعني الربع الاول والربع التاني لصالح النادي الاهلي لكن الاتحاد قلب النتيجة في الربع التالت بالفوز 54-52 قبل ان ينهي الربع الاخير بنتيجة 72-71 نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري الاساس هشام حسن طيب هاتو مرة تانية طبعا النهاردة في فرح في اسكندري لانه خلينا نقول انه كرة السلة معقلها هو الاتحاد السكندري وحصل بطولات كثيرة جدا جدا وكان عنده جيل عظيم 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 شاهد تتويجات كبيرة جدا ومدالة كرة السلة بتحظى باهتمام الاتحاد السكندري وبتحظى باهتمام كبير جدا من الجماهير لو كان الجمهور يعني طبعا ده جمهور قليل موجود لكن كان الدنيا هتتغير خالص لو كان في جماهير ما كنتش هتلاقي قدم حوالين الصالة مش جوه الصالة